ما تجي النظف اللي ما بيتنظفش هلوز بالنسبة للودان في كفاية بقى الحادات دي والحادات دي عادش ينفع قلة الادب دي ودنك مش لعبة يا ماما ده بيعمل حكة وحساسية جديدة في الودن وبيراكم الشمع حوالين طبقة الودن وطبقة فوق طبقة هيراكم وهتلاقي السمع عندك تتأثر طب بالنسبة للبنس غلطة بسيطة هتلاقي طابلة ودنك تتخرمت لان زي ما قلت اللعب في الودان بيعمل حسية وانتي ممكن تترتي قوي لان الدنيا بازت خالص طبعا نقول للكلام ده هبل فيلا نجيب خاردة دي ده جبتها انا شفتها كده على جوميا نفتحها اول مرة معاك وفي المنسبة دي اول مرة اتجربها برد ما نجربتهاش قبل كده اه هه هراح نفسية ده طرح هبل بقى نبدئيا هي فيها جوزين يعني اربع وحدات ويداين معاها القرص ده وطبعا يوه وطبعا دي يعني طريقة الاستخدام طبعا هنقراها عشان آآ حاجة مهمة جدا في علامة كده بحط عندها خزوق ده ماشي؟ العلامة دي ما ينفعش النار ينزل يعديها تفهم حاجة؟ والموضوع ده بياخد من ثمان دقيق لعشر دقايق زائد حاجة مهمة جدا ان لازم يكون في حد فود معك مينفعش تعمل موضوع ده لوحدك احتياطي وبيقول ان هو معمول من شمع عسل نحلي هندي معرفش اللي بقوله ده وان هو مش بيحتوي على موضوع كيميائيه وطبعا لازم ندهز لنبنه اي حيرة فيها مياه نحاس اول ما تختص نتفيح على طول وطبعا لازم تكوني لما شعرت وفوضع مريح نحاسي احساس غريب جدا نحاس ان في حيرة بتتحرك من ويدني في ويدني ما تفهمش في ايه انا بصراحة خفت البتاع اللسوط ضيوقة على شعري فوقفت يعني ايه ما بينها وبين العلامة حاجة بسيطة وفعلا ان خلت معايا سبع دايق بالزبط وفعلا لسا فاضل حتة يعني وراحتها مش باشا قوي انت عباحنا لو فتحنا هندي حاجة ياه وانا منصحش ابدا ان انتو تشوفوا اللي انا شايفات بس هو طلع بلاوي يعني هو بصراحة وهو في ويدني يعني حسيت بواجعة شوية بس انا حاسة ان ويدني نطفت يعني حاسة فيه هوا داخل كده زي ما هم قالوا بالزبط في فرقة بين الويدنين يعني وكت حابة شوف اللي طلع ده اصلا هو جوه البتاع ده كتا فورت الحتة اللي تحت دي لقيتها فضياء جدا من جوه والحاجات اللي كانت جوه كتا عبارة فانا عن شمع مش شمع شمع الويدن اللي احنا كلنا عارفينه ده خش عد ثانية كده حاسة احساسا ويدني فعلا نطفت الاثنين هي الطريقة دي نافعة جدا وحلوة وامنة وكل حاجة بس طبعا الافضل بصفة دورية كل شهرين مثلا تروح للدكتور تنظفي وداني دي حاجة مهمة جدا انها تتنظف بجد يعني لو سمحت بالنسبة لللسان يا اختمارينا الحقي ان قال فيه ناس ما تعرفش ان المفروض يغسروا لسانهم اصلا دي كتصدمة وكسة كبيرة بالنسبة دي فانت قدامي تحلين يم تستخدمي ظهر الفرشة بيبقى فيها الحالات دي بتبقى حلوة وبتنظف كويس يم تجيبي فرشة للسان مخصوص وطبعا نازم بصفة دورية تنظفه سنانكو تعمله تنظيف عند دكاترة السنان دا مهمة جدا 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 عشان ما يرقمش جير وتلاقي فيها حالات متكتلة كده في السنان وده بيظهر اكتر للناس اللي بتشرب سجايل والناس بتشرب قهوة ونستفيه وبلا بلا بلا والحالات دي وبالمناسبة للسان اكتر حاجة بتلم فعلا بكتيريا ومن ضمن الحاجات اللي بتسبب ريحة وحشة لو ما احتمناش بنظفتها مش بس السنان ها فبصفة دورية النظفة حلوة وبمناسبة ريحة البقى دا فانا قد تعامله فيديو عنو حلوي جدا هتلاقيه في اول كومنت تحت اشتاه باي